اشتركوا في القناة اهلا منورنا ايه اللي كنت حابب تظهره او تبرزه في مشوار سيدة الشاشة فاتن حمامة من خلال كتابك طبعا هو كان مهم قوي يعني اوضح للاجيال الجديدة والناس اللي هي ما شافتش فاتن حمامة او ما حضرتش بداياتها طبعا ان ازاي هزي الفنانة الجميلة يعني الوعية جدا بمعنى كلمة فن ازاي صنعت نفسها وازاي عملت هذا التاريخ الطويل منذ ان كانت طفلة يعني خمس سنوات الى ان يعني قدمت اخر اعمالها ازاي هزي هزي الرحلة فاتن حمامة صنعتها وكانت ليها بصمة قوية جدا في كل مرحلة من مرحلة ما كانتش مجرد فنانة سايبة نفسها للوسط الفني اللي اختارها في الدور واللي حطها في الدور مش عاجبها او ان حاجة مش مناسبة لها لأ كانت حريصة جدا انها تعمل مشوار تاريخ بالزبط يعني يبتخر بيه بالزبط وكمان ان هي تقول ان هي هو ده يعني الفن او هو ده ازاي ان الفنان يبدأ مشواره ويستمر فيه بالطريقة دية مش مجرد يعني هي ما كانتش قصدة او في دماغها ان انا هعمل تاريخ فاتن حمامة لأ يعني هي كانت عايزة تقول انا فنانة وعايزة اقدم فن وعايزة يبقى بالشكل ده هي مش فنانة عادية هي مش فنانة عادية فاتن حمامة وارجع بس للكتاب قبل ان نبتدي نتكلم عنها حضرتك بتحب تكتب سيرة درامية اه طبعا ايه اللي اختلاف اللي دايما بتلاقيه في سيرة درامية يعني ايه اللي بيخليك تميل اكتر لسيرة درامية هي السيرة الدرامية اه سيرة لم يكتبها صاحبها وممكن ما يبقاش موجود خالص طبعا يعني في السيرة الدرامية لعكس السيرة الزاتية اللي بيمليها صاحبها سواء بيمليها على حد او هو بيكتبها بنفسه وانا خدت تجربة السيرة الزاتية مرتين مع اتنين من كبار الفنانين لوت في لبيب وعبدالعزيز بخيون وعملتولهم كتابين وهم اللي املوا سيرتهم الزاتية عليها السيرة الدرامية بقى لفنانين انا ما حضرتهمش وما شفتهمش واعتقد يعني كل الاجيال اللي موجودة الوقت ما شفتهمش زي نجيب الريحاني اسماعيل ياسين زنات صدقي ماري مونيب الناس دي وطبعا كانت فات الحمامة عصرتها وشفتها وقعدت معاها وتكلمت معاها لكن للأسف ما كمناش نحنا نعمل سيرة ذاتية فعملت السيرة درامية وهي بيبقى فيها جزء درامي يعني السيرة الدرامية بتختلف عن السيرة الذاتية كمان بيبقى فيها جزء درامي انا بضيفه من خلال خيالي بحيث ان انا يعني طبعا يعني ما بحرفش تاريخ ما باخدش حاجات ما حصلتش لكن ممكن اضيف بعض التفاصيل المتخيلة اللي هي ممكن تخدم شغلي ان في حوار معين يعني هي وقعة حصلت تتكلم مع حد طبعا انا ما كنتش حاضر الحوار ده فممكن اتخيل الحوار اللي ضار بينها وبين عزي الدينز والفقار الحوار اللي ضار بينها وبين عمر الشريف اتخيل الحوار بس لكن الواقع حصلت وحصل كلام وتفاصيل بينها وبين عمر الشريف او بينها وبين عزي او بينها وبين والدها او اخوتها او اي حد في رحلتها الانسانية والفنية فأنا ممكن الحوار ده هو بيبقى الجزء بتاعي إن أنا بضيفه نتكلم بقى عن سيدة الشاشة العربية الأستاذة فاتن حمامة وشخصية مختلفة جدا طبعا قوية مؤثرة نعمة فنانة ما بتتكررش ومش هتتكرر إيه اللي كون التكوين ده كان إيه سبب تكوين الملامح الكتيرة دي التفولة كانت عاملة إزاي شخصيتها كانت عاملة إزاي اللي أثر في فاتن حمامة خلى يكون فيه شخصية بالقوة دي هو طبعا يعني بالتأكيد الأسرة في مرحلة التفولة كان مهم جدا إنه هم يبقوا حرسين يربوا بنتهم تربية يعني فيها جزء مش مفتوح لكن إنه هم يطلعوها على ثقافات إنه هم يفهموها يعني إيه كل حاجة بتحصل حواليها يفهموها كل الأمور اللي هي بتشوفها حواليها إنه هم حتى يعلموها القرآن تقرأ وتفهم ثقافوها ثقافوها طبعا كانت فنانة مثقفة طبعا من الطفولة يعني حتى كان والدها بياخده الأسرة ويروحوا السينما ويتفرجوا على السينما ويشوفوا وتعرف مين دول وبعد كده تروح بدأت هي تفهم لما فهمت يعني إيه السينما بدأت تقلد اللي بتشوفه في السينما فبدأت من هنا الموضوع ففكرة إنه هي تبقى فنانة بدأت من أول يوم دخلت فيه سينما عدن في المنصورة لما كان فيه فيلم للسيدة أسيا الفنانة الكبيرة أسيا ووالدهم خاد الأسرة وراحوا علشان يتفرجوا كانت أسيا حضرة بالصدفة افتتاح أو عرض الفيلم في دار السينما وبعد الفيلم ما خلص قامت وأوضيقت الأنوار ونسى قافت ففات الحمامة والدها شالها علشان تشوف فافتكرت إن الناس بتسقف لها فقالت له الناس بتسقف لها قالها آه طبعا بيسقفوا لك يا طفلة فجت لها حالة نشوة من تسقف الناس ومين ده اللي ممكن الناس تسقف له كده فبعد كده طبعا فهمت يعني فكرة الفنان فلكن اتولدت في اللحظة دي فكرة إن هي لازم تبقى فنانة حتى لما روحت بعد كده البيت قالت لهم أنا هقلت لك اللي كانوا بتعملوا الست في الفيلم عشان تسقفوا لي بالضبط فاتولد من عندها عندها إحساس إنها تبقى فنانة تفاصيلها تفاصيل السيرة الدرامية اللي حدتك كتبتها التفاصيل اللي كنت حابب تقولها وقلت إيه في السيرة الدرامية وكانت إيه مصادرك برضو في التفاصيل المهمة اللي بتكتبها عند سيدة الشاشة العربية فاتن حمام طبعا هي تفاصيل أنا يعني كنت حريص إن أنا أجيب أدق التفاصيل في حياتها الفنية وحياتها الخاصة يعني طبعا بحب شديد جدا لإن أنا كنت حابب أعمل ده مصادر التفاصيل سواء منها هي هي طبعا فاتن حمامة في بداية المشوار حتى في الخمسينات والستينات كلام بتعمل لقاءات وحتى بعد كده لما التلفزيون طلع سنة ستين وبدأوا طبعا يروحوا الفاتن حمامة أو يعملوا معها لقاءات فبدأت تحكي عن مشوارها وعن حياتها وبالإضافة لأن أنا كمان كنت طبعا برجع للمجلات والصحف اللي صدرت سواء في الأربعينات أو في الخمسينات أو حتى في الستينات وكان فيها كلام عن فاتن حمامة أو هي بتتكلم أو هي بتحكي المواقف حتى لما حصل في فترة من الفترات هجوم عليها هي وعمر الشريف بعد فيلم صراع في الوادي وقالوا كلام إنه هم في علاقة أو كده وحصل هجوم شديد في الفترة دية في الصحف على فاتن حمامة وعمر الشريف كان ده موجود في الصحف وموسق يعني فرأسه ده يقولك إن عملية البحث عن المعلومة حتى لو معلومة صغيرة يعني مثلا قعدت فترة طويلة جدا عشان عايز أعرف السلمة اللي تعرض فيها الفيلم بتاع أسيا اللي هو أول فيلم شافته في الحمامة لحد ما عرفت إنها كانت سلمة عدن في المنصورة دي معلومة قد تبدو للقارئ إنها معلومة تفهى يعني لكن أنا ببقى حس إن دي مسئولية بالنسبة لي إن أنا عايز أعرف كل التفاصيل وأضقق فيها وأوسقها بحس إن الكتاب هيبقى موجود بعد كده لأجيال جاية ممكن تبقى زي وثيقة مهمة إن أي حد ممكن يرجع لها في أي وقت طيب أستأذنك دي أستاذ ماهر هنتلع فاصل نرجع لحضرتك على طول فضل لجعنا لحضرتكم مرة تانية ومنورنا في الستوديو الكاتب وانقد الأستاذ ماهر زهدي ونتكلم معي طبعا عن كتابه فاتن حمامة سيرة درامية واللي بيكشف لنا من خلال كتابه أسرار كتير عن سيدة الشاشة العربية الأستاذة فاتن حمالة عايز أتكلم عن نشأتها عايز أتكلم عن طفولتها عايز أتكلم عن البدايات يعني عايزين نبتدين تكلم عن مرحلة ومرحلة أيوة هي بالنسبة يعني فاتن حمامة كانت طفلة مش تقليدية كانت زكية جدا في طفولتها حبة أنها تلفت نظر الآخرين حبة أن الأضواء حتى أضواء العيلة أن لو العيلة مجتمعة تبقى الأضواء المسلطة عليها هي أن الكل ينتبه لها فكانت بتعمل بعض المشاهد وتقلد وتعمل تطلع على ترابيزة الصفرة وتقف تتكلم وتقول حتى أنشيد وده لفت نظر أبوها وأمها علشان كده لما أروا أن في مسابقة لاختيار أجمل طفل وطفلة قدموا فيها وللأسف ما نجحتش فيها لكن هم في مجلة الاتنين عملت مسابقة تانية لاختيار لحظة أو براءة الطفولة في أي وجه ممكن فراحت والدتها تصورها ولبسوها لبس ممرضة فوالدتها قالت لها أنت عارفة ده لبسي قالت لهم أه عارفة لبس ممرضة قال له طب أنت تخيالي المصور قال له تخيالي أن أنت قدامك مريض دلوقتي وانت وقفها هتعالجيه المصور جات له حالة دهشة بقول مجرد ما قلت لها كده حسيت بلمعة في عينيها وكأن في دمعة هتنزل فلقط لها الصورة دي في اللحظة دي وفازت بالجائزة الأولى الصورة دي فلما شافها المخرج محمد كريم وكده وكانوا بيحضروا الفيلم يوم سعيد قالوا هي الطفلة دي التي إحنا عايزنا وبالفعل بعتوا للمجلة وعرفوا عنوانها واتصلوا بولدها ويجم على شغل خاطر يوقعوا العالم فالموهبة كانت بين عليها من وهي طفلة كانت طفلة شائية لماحة زكية طبعا وحبة إن هي يعني تبقى في حاجة بينة زهرة يعني فكرة النجومية أو الشهرة دي معها من طفلتها فبدأت يعني حتى لما راحت مع محمد كريم وهم بيصوروا الفيلم كانوا في الأول فهمين إن هي ممكن كأي طفلة هيخاف من الكاميرا ويتكسف ويعود يتعبوا معاه ففجأوا بإني لما محمد عبدالوهاب بيغلط في جملة وهو بيقولها فبتقوله أنت هتتكلم كويس بقى ولا يغيروك ويجيب واحد غيرك ما تعطلناش فعاجة يعني مش مولودة نجمة فبتتكلم بطريقة غريبة جدا اللي حواليها مندهشين يعني طفلة وعندها هذا الوعي بأن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل سلمة وفيه شغل حتى كانت فيه أخت زوجة محمد علي عبدالوهاب مشاركة في إنتاج الفيلم فجايبالها هدية وبتاعها وبعدين قاعدت تتكلم فقيت لها أنت جاي تعطلين إحنا عندنا شغل وبنتعب فيه خد هدييتك كان دماء خفيف كمان خد هدييتك مش عايزها عشان ما تعطلناش فست عيطت وخدت على الخطيرة وفهموها ومين ديت ما ينفعش تقولي كده مثلا فلكن أنا أقصد أن هي من الأول يوم واخد المسألة جد قوي آه 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 نحن نشتغل المحطات المهمة بقى المحطات من طفولتها لحد ما بقت بنت خلاص قررت أن هي تدخل في الوسط الفني أو أشياء القدر أن هي تدخل في الوسط الفني إيه المحطات المهمة اللي أثرت في حياتها؟ هو بص كل يعني مرحلة كانت بالنسبة لها مرحلة مهمة جدا واستفادت منها أقصى استفادة يعني سواء مرحلة التفولة لما قدمت يوم سعيد وبعدي فيلم يعني بشوية رصصة في القلب دي كانت مرحلة مهمة جدا ولفتت الأنظار بشدة بعد كده المرحلة الأهم في اعتقادي أنا والتي تعلمت منها فاتن حمامة كتير جدا سواء في التمثيل أو حتى أن هي في نجوميتها إزاي تبقى نجمة ومحافظة على نفسها مرحلة ارتباطها بعزي الدين زلفقار عزي الدين زلفقار مخرج مش طبيعي ومش سهل وحد عنده فكر وحد عاشق لمهنته وعاشق لصناعة النجوم إن هو بيحب الممثل ويعرف إزاي يطلع من الممثل ده أجمل ما فيه ويقدمه في أجمل صورة وكان زوجها كمين طبعاً؟ في الأول طبعاً يعني ما حصلش لكن بعد كده لما ارتبطوا يعني وبقى زوجها كان برضو نفس الإحساس هو ما كانش بيعمل ده لأنه هو حابب فاتن حمامة وعايزة تزوزها بالزبط هو بيعمل ده إن هو حابب الموضوع ده وحتى بعد ما انفصلوا وقدم معاها أفلام حتى بطولتها هي وعمر الشريف يعني عز الدين سلفقار عمل أفلام لها هي وعمر الشريف مع بعض بعد ما انفصلوا فكان هو فكرة إنه وشايف مين دي وعارفها كويس وعارف قدراتها التمثيلية وهي كمان كانت بتشتغل من بدايتها باحترافية شديدة وكانت عارفة بالظبط من أول يوم وكأنها عارفة هي عايزة إيه؟ بالظبط من أول يوم عارفة ووثقة من نفسها جداً ووثقة من إن هي هتقدم شيء هيبقى يعني هيذكر بعد كده فدي كانت بالنسبة لها حاجة مهمة أوي إنه إزاي تعمل ده واختياراتها حتى في البداية لما طبعاً هي في البداية كان والدها اللي بيختار لها الأفلام علشان كان حريص إنه ما يبقاش فيه قبل ولا بتاع ولا الكلام ده فهي بعد شوية اتمردت على ده مش علشان القبل هي فضلت فترة طويلة لحد صراع في الوادي ما فيش قبلات في الأفلام خالص لكن أنا أقصد إنها عايزة تعمل أدوار بجد مش مجرد الأدوار اللي بيختارها لها وليدها بس فتمردت في مرحلة من المراحل حتى شفنا أفلام مثلاً من نوعية اليتيماتين بيومة فندي أفلام في المرحلة دي هي قدمتها علشان تتمرد على نوعية البنت الغالبانة المستكينة اللي هي بتقدمها عايزة تعمل أشكال مختلفة من الحالات الإنسانية اللي هي ممكن تكون بتقابلها أو بتشوفها جميل نتكلم عن رفاية حمامة بقى الفنانة بدايتها كانت إزاي؟ ابتدت إزاي؟ دخلت إزاي؟ إيه اللي كانت الحكاية بتاعتها؟ هو طبعاً هي بدأت من خلال محمد كريم من طفولتها وبعد كده بدأت في مرحلة اللي هي بنقول عليها مرحلة المراحقة وبداية الشباب اشتغلت مع الفنان القادير برضو يوسف واهبي برضو يوسف واهبي من الفنانين اللي هم أضافوا لفاتن حمامة الكثير جداً على مستوى التمثيل وعلى مستوى الإنساني إلى أن تسلمها عزي الدينس والفقار وعزي الدينس والفقار دي كانت في الوقت ده قد إيه بعد تعريباً يا أستاذ ماهر؟ يعني ما كانتش يعني إحنا في مرحلة بعد رصاصها في القلب كانت 14 سنة وبعدين قعدت فترة ما تشتغلش واشتغلت مع يوسف واهبي فترة يعني لما ارتبطت بعزي الدينس والفقار كانت حوالي 17 سنة 18 سنة يعني بداية الشباب يعني الفترة دي عزي الدينس والفقار قدر يشكل منها يعني فنانة مختلفة عن كل اللي كانوا موجودين في جيلها بقت إستايل حتى مختلف حتى يعني أحمد سامي أحمد سالم المخرج والممثل لما شافها بعد يعني مبادئ فترة الحمامة في أول أفلامها قالها أنت إستايل مختلف غير اللي احنا كنا بنشوفه في السيلمة المصرية إن هما بيحاولوا يقلدوا الإستايل الأوروبي إن إحنا النجمة المصرية بتحاول تقلد النجمة الأوروبية أو الهليودية لكن أنت حاسين أني قدام فنانة مصرية بتقدم النموذج المصري فده كان أهم ما يميز فترة الحمامة إن هي حريصة إنها يتقدم النموذج المصري أه طبعا وده بين طبعا في التنوع الكبير اللي كانت تقدمه من أدوار بعد كده لما بقت فترة الحمامة يعني قدمت نمازج مصرية جميلة خلي بالك فترة الحمامة يعني في ناس كتير فهمة إن إحنا لما بنقول سيارة الشاشة العربية إحنا بنقول دوت بعد فترة الحمامة بقت فترة الحمامة وعندها أربعين سنة واللي خمسة واربعين واللي خمسين سنة فترة الحمامة خدت لقب سيارة الشاشة العربية تقريبا وهي عندها 22 سنة ده كان يعني حدث غير مسبوك وخدته عن استحقاق يعني ده كان مهم جدا إن هي يعني هذا اللقب هو طبعا يعني ما أسعدهاش قوي هي طبعا كانت مبسوطة لكن يعني ما كانتش هو ده اللي بتسعاله يعني لما خدت لقب سيارة الشاشة العربية ده كان بالنسبة لها حاجة كويسقة لكن مش هو دوت يعني اللي أنا بشتغل علشانه علشان أخد اللقب ده من الشخصيات اللي أثرت في مشوار فتن حمامة وكان ليها علامات مميزة في نجحتها من البداية طبعا والدها ووالدتها طبعا دول أثاروا جدا بشكل كبير جدا في تنشيئتها وتربيتها المخرج محمد كريم بأنه هو برضو البداية معه أنا في تقديل إن كان من أهم الناس عازي دينزوا الفقار يعني ده أهم يعني حد مخرج هي اشتغلت طبعا مع كتير جدا من المخرجين الكبار والعظام يعني اشتغلت مع بركاته كمال الشيخ وحسن الإمام اشتغلت مع الفطاح المخرجين لكن في رأيي إن عازي دينزوا الفقار كان من أهم الناس اللي أثاروا في حياتها على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني وإنه هو أضف لها كتير جدا فنيين المشاكل اللي كانت بتواجهها الصعاب والتحديات اللي كانت بتواجه فتن حمامة صنعت منها فنانة قوية مختلفة ذكية جدا هو طبعا يعني أنا فتن حمامة أنا بعتبرها محظوظة إن هي بدأت صغيرة بدأت صغيرة دعم من أهلها كمان بالضبط وما كانت فيه أي مشاكل من اللي كانت بتواجه كتير من الناس حكاية إن الأهل رفضين لا أو بالعكس وعدين والدها كان بيلازمها تقريبا في كل الأفلام الأولينية مش وهي طفلة بس لا يعني والدها لازمها حتى يعني في الأفلام اللي قدمتها في البداية ما عايزت دينزو الفقار والدها كان بيبقى ملازم معها في البلاتو بيفضل قاعد مستنى لحد ما تخلص تصوير ويأخذها ويمشي فما كانش فيه مشاكل من النوع ده لكن المشاكل والتحديات الأخرى بقى اللي هي فكرة الأدوار اللي تقدمها اللي تظهر إزاي تنوعت في الأدوار بشكل مش طبيعي أستاذ ميدي يعني إذا كنت عايز تتكلم معك في الموضوع ده قدمت الفلاحة قدمت البنت البسيطة قدمت الأم قدمت الزوجة قدمت تنوع وفي كل واحدة منهم فيه السمة أو الصفة اللي بتميز الشخصية دي اللي ما حصلتش تاني بعد جدا طبعا بالتأكيد وده هي كانت حريصة دايما إن هي تسيب بصمة فاتن حمامة على كل شخصية بيتقدمها وده مهم التنوع ده التنوع ده الإتقان ده التفاصيل دي التفاصيل تفاصيل القعدة تفاصيل المشية التفاصيل مهمة جدا بالنسبة لها التفاصيل دي أنا فاكر إن هي كانت مثلا بتصور مرة في ضمير قبل حكمة والمفروض إن فيه فنجانين قهوة أعتقد كانت مع الأستاذ ساميرا عبدالعزيز فهم جايبين فنجانين فاضيين يعني على أساس يعني الممثل هيرفع الفنجان على بقه فقلت لهم لا الفنجان لازم يبقى فيه قهوة يعني أضاق التفاصيل مهتمية جدا بيها ومش بس بنفسها يعني مش هتقعد فقودتها وتقعد تراجع الدور بتاعها ومش عارف اللبس شكله لا عندها يعني كمان من الخبرة إن هي تبص على كل اللي موجودين في البلاتو وتهتم بكل تفاصيلهم كلهم يعني قد تصور مرة مع كمال الشيخ أعتقد ففي حد كان بيغلط فيه الجمل اللي هو بيقولها وعاد كتير فهي تعمدت إن هي تغلط علشان خاطر يعيد المشهد تاني ويتصور بشكل جديد علشان خاطر لأن هي فهمة كممثلة إن هي اللي قدامها لما يبقى لامعة وباين هي هتلمع أكتر ويبقى أكتر أكيد أكيد وده ذكاء منها طبعاً وثقة كبيرة جداً في إمكانياتها وأكيد هي كانت واحدة زي كده أكيد كانت عارفة قيمتها كويس قوي 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 إحنا الحقيقة الكلام عن فتن حمامة مش كفائية أنا عارفة إن كان عندها فيلم وما كملش من ضمن الأفلام ده كان في الفترة الأخيرة؟ لا ولا ده كان في نص مشوارها مثلاً؟ تقريباً في نص المشوار الفيلم ده كان قصة أحسين عبدالقدوس واشتراها المنتج رمسيس نجيب وكان نفسه يتعامل الفيلم ده وهي وفقت عليها وكانت البطولة هتبقى لها هي وعبد الحليم حافظ وأحمد رمزي يعني هتلتقي مع عبد الحليم حافظ بعد عشر سنين من فيلم موعد غرام آخر فيلم أقدمه مع بعض فكان الفيلم ده تقريباً هتعامل سنة 65 وكان يعني رمسيس نجيب مجهز وكان أصلاً عايز يدي الفيلم ده للمطربة ليلة مراد ترجع به للسينما تاني فحصلت ظروف وما تعملش في الدال فات الحمامة وفقت عليه وكان مفروض إنه هو هتعامل نسختين نسخة إيطالي ونسخة مصري نفس الفيلم النسخة الإيطالية كان اسمها سبعة يام في الجنة والنسخة المصري كانت دعني لولدي وراحوا بالفعل وصوروا في أسبانيا وعمل مشاهد جميلة جداً وفريق العمل الأسباني كان واقف ممبهر بأداء فاتن حمامة وهي بتصور المشاهد دي لكن للأسف يعني جي بعد كده سفر عمر الشريف للدخول بقى في مرحلة العالمية وكده فعلاً كان لها دور سيد ماهر في وصول عمر الشريف للعالمية؟ هي طبعاً هو الدور مش بشكل مباشر يعني هي ما شورتش عليه لكن الدور إن هي كان ممكن تضحي وفعلاً ضحت بنفسها كفنانة وكان عندها استعداد تروح تقعد هناك معاك ست بيت وزوجها وهو أثناء ما بيشتغل في الأفلام وما كانش عندها أي غضاة من هذا الموضوع وكان عندها استعداد تسند وتقف وراه ودي تضحية كبيرة جداً لأن فات الحمامة لما اتعرفت الأول مرة على عمر الشريف وبعد كده اتجوزه كان محدش يعرف عمر الشريف وكانت هي سيارة الشاشة العربية وكانت أهم نجمة في الوطن العربي قبل ما يتجوزه فكون إن هي تقرر إن هي تضحي وإن هي تعود وتبقى زوجة وأم وتستنى ويروح ويشتغل ويبقى عالمي والدنيا كلها تشوف وهي يعني تبعد عن الأضواء دي أنا في رأيي تضحية مهولة يعني جبيرة جداً الحب بقى الحب يصنع المعاجزات طيب إيه علاقة الغيرة والغرور اللي كانت ما بينهم اللي حدرتك ذكرتها في كتابك وقلت إن كان فيه علاقة بتجمع ما بينهم وهي علاقة غيرة وغرور في نفس الوقت شرح لنا الحكاية دي هي طبعاً كانت بتغارع على عمر الشريف أكيد طبعاً في الفاتر دي كذلك ما كانت شرح غير على عمر الشريف ها طبعاً لدلائة الشباب كانوا الوسامة وكده وهو كان يعني منفتح لكن في نفس الوقت هو كان بيغير منها يعني عمر كان بيغير منها لأن هي فعلاً كانت نجمة بيغير منها؟ اه طبعاً يه؟ طبعاً لأنه ما كانتش حد يعرفه لسه يعني حتى بعد ما قدم صراع في الوادي ما كانتش لسه يعني أهم ممثل زي اللي كل يوم بيتقدمهم السينما وهيبقى نجمة بعد عشر سينيين مثلاً فلسه ما حدش يعرفه لكن بقولك هم تجوزوا وهي سلوة الشاشة العربية فلما يبقى في أي مكان اه ده اللي تجوزته وفاتن حمامة يعني لما حد يشوف عمر وفاتن ماشيين مع بعض أقولك ده اللي تجوزته فاتن حمامة مش مثلاً فاتن وعمر كان بيستق من الإحساس ده أو كان بيتدائم وهي بذكاها تنبهت الراجل راجل برضو عمر الشريف بقى مش عمر الشريف هي بذكاها تنبهت بذكاها للنقطة دي وبدأت من وراه تكلم المنتجين اطلبوا عمر في أفلام حتى لو أنا مش هشارك في الأفلام نزيزة طيب نتكلم عن علاقتها بفنانات جيلها وبالوسط اللي كان موجود في الوقت ده طبعاً يعني علاقتها كانت جميلة مع كل الناس رغم أنه ممكن يبقى فيه بعض الغيرة شوية من بعض وخصوصاً مثلاً مريم فخر الدين يعني لأنه هم كانوا تقريباً يعني من عيلة مناسبين عيلة واحدة يعني مريم متجوزة محمود وهي كانت متجوزة عزي الدين وفنانة شادية وشادية طبعاً متجوزة صلاح فكانوا تقلقت عيلة واحدة بس يعني اللي دايق البعض أو اللي خلى فيه بس غصة كده حيثت أنه بدأ الناس تتعامل مع فاتن حمامة على أنها سيارة الشاشة العربية فده دايق البعض رغم أن فيه بعض المنتجين أو أغلبهم بعد ما فاتن حمامة خدت اللقب ده في لبنان وخدت الوسام اللبناني حبوا يكتبوا على التترات الأفلام سيارة الشاشة العربية فاتن حمامة فاتن قالت لهم لا فاتن حمامة بس وده اللقب ده أنا بعتز بيه جداً كلمة فاتن حمامة كفاية وعندها حق طبعاً يعني حتى أنا لما جيت أعمل الكتاب أنا مرضتش أوصف فاتن حمامة وقلت فاتن حمامة واسمها كفاية أني لما أي حد يسمع اسم فاتن حمامة أو يشوفه مكتوب على حاجة هيعرف هو بنتكلم عن مين هذه القيمة وهذه القامة يعني اسمها كفاية مش محتاج أن أنا أوصف وقل شرية الشاشة وفتاة مصر الأولى أو الكلام اللي هم اخترعوه بعد كده لا اسمها كفاية أهم الأفلام من وجهة نظر حضرتك اللي شايف أن هي علامة من علامات الفنانة فاتن حمامة وأيضاً علامة من علامات السينما المصرية طبعاً يعني أنا في تقديري أن كل مرحلة مرت في حياة فاتن حمامة قدمت فيها أهم أفلامها يعني سواء في مرحلة الطفولة لما قدمت يونس عيد ورصصة في القلب حتى بعد كده لما اشتغلت مع عز الدينز والفقار وعملت أفلام مهمة جداً فاتن حمامة كانت حتى بتنقي المخرجين اللي تشتغل معهم لأنها هي عرفة عايزة من كل مخرجية فحتى لما كمال الشيخ جي قدم أول أفلامه اللي هو المنزل الرقم 13 أعتقد كان ما أخرجش قبل كده فاتن حمامة وقفت وسعادته وقدمت معاه الفيلم وطلع بعد كده من أهم أفلامه وحتى كمال الشيخ بعد كده بقى قدم معاه أهم الأفلام في تاريخهم هما الاتنين حسن الإمام قدمت معاه برضو أفلام مهمة جداً عز الدينز والفقار يعني أنا أقصد أن كل المخرجين قدمت أفلام معاهم مهمة جداً استغلت ده ويعني قدرت أن هي فعلاً تاخد أحسن ما في كل مخرج اشتغلت معاه جميل في إيه حابب تختم بيه لقائنا مع حضرتك النهاردة عن فاتة الحمامة فاتة الحمامة يعني كان يعني أنا أقصد هو نموذج يعني أتمنى أن كل الفنانات مش يعني نموذج الفني بس لا النموذج الإنساني إزاي الإنسان بيحترم نفسه بيحترم مهنته بيحترم ذاته يعني هقول واقعة صغيرة كده بس بنص الإيهة تحدد أن كانت علاقتها طبعاً بالمثقفين والصحفيين والناس وكبار الكتاب بشكل رائع جداً وفجأة مرة أن الكاتب الكبير مصطفى أمين كاتب مقال بعنوان نمت في سرير فاتة الحمامة قارت العنوان اتجنينت وخدت بعضها وطلعت على الأخبار دخلت علمه ومفعلها فقعد يضحك قال لها أنت قارت المقال قالت له لا ها مش محتاجك فالعنوان وكده ومفعل فقال لها تبقى قادي على بالما تشربي اللاهوة تقري المقال قعدت قارت المقال فاكتشفت أن هي كانت مريضة وراحت إحدى المستشفيات وتم علاجها في هذه المستشفى صدفت بعدها أن مصطفى أمين راح هذه المستشفى كان عنده بعض المشاكل الصحية فنام على سريره ومصطفى أمين كان ما شاء الله عملاك وكان رجله طالع برسرير كتير فالممردة بتقوله ده كانت الأستاذة فاتن حمامة كانت نايمة على السرير بس استائت من العنوان بالضبط كده نقصد أن هي قد إيه بتغار على اسمها حتى لو مجرد كلمة مش صحيحة أو حتى مجرد أن كاتب بيكتب فيه لجذب أنظار الكراء لا وده يبين أن اسم فاتن حمامة ما تعملش من فراغ أن هي حريصة على اسمها وعلى فنها زي ما هي حريصة على أسرتها وبيتها وعلاقتها من الإنسانية أخيرا وداع فاتن حمامة أو وداع سيدة الشاشة العربية كان شكله إيه؟ واللحظات الأخيرة في حياتها على فكرة فاتن حمامة من بعد ما هي طبعا في السنوات الأخيرة أعدمت قبل حكمة وزي الأمر وبعد كده كانت حبة أن هي تقعد مع زوجها الدكتور الراحل محمد عبد الوهاب حياة أسرية عادية جدا بعيدة عن أي أضواء ستمتع بقى بالهدوء بالضبط وده كانت هي حريصة أنها تعمله وتنقله كمان لحواليها فكانت بعيدة عن أي مشاكل بعيدة عن أي أضواء بعيدة عن أي حتى حوارات أو لقاءات وأي حاجة تخص الفن كانت إذا في حاجة تستدعي أن هي تقراها أو تشوفها ماشي لكن ما فيش كانت عيشة بشكل أسر عادي حياة هادية جدا في الحترة الأخيرة لحد ما حصلت لها كانوا هما في الأسر وأسوان وحصلت لها أزمة كان تقريبا جات لها نزلة أو شعبية أو التهاب رئوي وبدأت المسائل تتطور لحد ما كانت النهاية فنانة عظيمة فنانة أمتعتنا وعلمتنا وأنا شخصيا استمتعت جدا بالكلام عنها النهاردة مع حضرتك مرسي أستاذ ماهر بشكرك جدا بكده بيكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة نورنا فيها الكاتب وأنها قد الفني الكاتب الأستاذ ماهر زودي واللي اتكلمنا معاه عن كتابه فاتن حمامة سيرة درامية أتنمعكم رانيا السيد أشكرا اشتركوا في القناة أشكرا